يا ترى ازاي نبقى واعيين؟ ازاي تبقى واعي؟ اول حاجة عشان تبقى واعي محتاج تعملها ان انت تقرر تبقى واعي وعلشان تفعل القرار ده لازم تبص للموضوعية لبرمجتك ان انت تنسف كل البرمجة القديمة وتبتدي تنقح وتبتدي تفلتر البرمجات الجديدة من خلال مرأبتك لنفسك ومرأبتك لكل شيء حواليك من غير ما تحكم على حاجة لما ما بنحكمش بنشوف الصورة حقيقية وكاملة تاني حاجة عشان تبقى واعي الانسان الغير واعي دايما هو مش عارف عايز ايه ممكن حياته تعدي وهو لسه مش عارف رسالته ايه في الحياة فاهم حاجة ان الانسان عشان يبقى واعي يبقى عارف هو عايز ايه كل ما زادت معرفته كل ما زاد وعيه بيكتشف بقى الجواهر اللي جواه وبيشوف كمان الحاجات اللي برا في المجتمع وفي الحياة الخارجية اللي ما كانش شايفها قبل كده تالت حاجة محتاج الانسان عشان يبقى واعي الانسان الغير واعي بيعيش دايما في الماضي على اطلال الماضي او على احزان الماضي يا اما بيعيش في قلق والخوف من المستقبل لكن الانسان الواعي بيعيش هنا والان في المكان والزمان بيقدر ان هو يبقى عنده حضور وهي دي الحياة الحقيقية واكتر حاجة تخلينا يبقى عندنا حضور في اللحظة هي ان احنا نحس جسمنا عشان جسمنا هو اللي موجود دلوقتي في المكان وفي الزمان واكتر حاجة تحس فيها جسمنا النفس ان احنا لو ركزنا على التنفس بنبقى في حالة حضور ومهم جدا نبقى ملمنين بكل حاجة حوالينا ودخلنا وبالعالم كله علشان نبقى وعيين لكن لما نبقى وعيين يا ترى الوعي بيبقى تغيير علشان احنا بمجرد ما بنبقى بندخل في مرحلة الوعي ورحلة الوعي بنبقى عاملين زي اللي كان نظره ضعيف مش شايف الرؤية كويس وفاكر ان هي دي كل الرؤية ومجرد ما لبسنا الدارة بتبتدي الحياة توضح وتتغير ومنظوره للحياة كلها هيتغير علشان كل حاجة بيشوفها بشكل جديد جوه وبره بس للأسف طبعا زي اي فكرة جديدة وزي اي فكرة جديد لما المجتمع بيواجه شخص تغير او بعنده فكرة جديدة او بعنده وعي جديد بيمر بثلاث مراحل اول حاجة بيرفضه تاني مرة تاني حاجة بيصخر منه وبينقضه تالت حاجة بيبتدي يتقبل وممكن يقلده فالانسان الوعي لما يواجه الرفض والسخرية والنقد يفضل في رحلته علشان هو عنده وعي علشان هو متفهم ان دي مرحلتهم مرحلة الوعي بتاعتهم مختلفة عنده علشان يبقى يتقبلهم الوعي اساسا ان احنا نتقبل كل حوالينا وما نقللش من وعي حد ولازم برضو علشان نعرف نتعامل ان احنا ما نوجهش نصايح من غير محد يطلب مننا وما نبتديش نشارك كل حاجة تعلمناها علشان ده هم هيقابلوه بمقاومة علشان قلنا كل ما فيش وعي بيبقى فيه مقاومة قوية فاصلا حاجة ان احنا كل حاجة نعرفها نفعلها بنفسنا وتظهر عليها نتائجها الايجابية فهم اللي يبتدوا يسألوا ويقلدوا ويبقوا زينا وده بن كتير التأمل اول ما ابتدى الناس تعملوا ناس كتير قوي نقضته لكن بعد ما شافت مفاوله وتأثير والايجابي عن الاشخاص ابتدوا ان هم يسألوا ويعملوا كمان في الغذاء الصحي وكمان في الرياضة وكمان في التنفسات عندنا اساس الوعي والتغيير اساسه الوعي الوعي مرتبط بالتغيير عشان لو احنا تغيرنا من غير وعي بيبقى تغيير بيزود المشاكل وبيزيد صعوبة الحياة وعلى فكرة ربنا امرنا بالتغيير ربنا قال لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما بانفسهم انفسهم داخلهم اللي هي مشاعرهم واحاسسهم وافقارهم واتقداتهم برمجتهم علشان لما هيغيروا ما في داخلهم هيغيروا الحياة بتاعتهم كلها وكمان مش اي تغيير لازم تغيير بتفكر وتدبر وتبصر وتعقل ده ربنا ذكر تتفكرون 18 مرة في الكرآن وتعقلون 13 مرة وذكر التبصر اللي هو اعلى مراحل الوعي التغيير سنة الحياة مفيش ثابت في الحياة غير وجود ربنا سبحانه وتعالى ومهم جدا احنا نفضل في حال التغيير علشان نتجنب برمجات سلبية كتير جدا بنتبرمج عليها ونترب عليها ونبقى في حاجات في حياتنا بتبقى كإنها قرآن بنبقى ملتزمين بيها كإنها قرآن وهي مجرد برمجة سلبية من البرمجات السلبية اللي هي البرمجة الصحية الخطيئة البرمجة الصحية اللي احنا بنتبرمج عليها كلنا يعني بدل ما نفكر ازاي نعالج نفسنا نفكر ازاي نحمي نفسنا من العلاج أصلا يعني احنا عندنا مثلا الاعلام العالمي بيوجه لنا ويبرمجنا بطريقة غير مباشرة من خلال الترويج لمنتجات سواء مشروبات أو مأكلات أو شبسيهات كلها بيبرمجها لنا ويجيب لنا نجوم العالم يعملوها لنا علشان نعمل زيهم ونتبرمج وكل الحاجات دي لو احنا قرينا مقوناتها نعرف ان هي خطيرة جدا ممكن تسبب الكنسر وممكن تسبب التوحد للاطفال ممكن تسبب حاجات كتير بيستفيدوا من خلال برمجتهم لينا بمليارات 8 السلع دي وفي نفس الوقت بيستفيدوا لما بنمرض ان هم بالفلوس العلاج والحاجات اللي احنا بنتعالج بيها اللي هي بيزنس عالمي احنا يعني لو عندنا بقى وعي بصينا الوعي بالموضوع ده هنبقى وعيين ان احنا مش اي حاجة نتبرمج عليها نعملها هنبقى وعيين ان احنا اي حاجة نشوف نبتدي نقرأ مقوناتها ونبحث مقوناتها دي عشان بتكتب بخط صغير مش بتبان نحتاجين ان احنا نحافظ على صحتنا عشان هم عمرهم هيبتدوا يروجوا ويعملوا اعلانات للحاجات الصحية مكسبها اقل وكمان مين هيستهلك الدواء ساعتها فمحتاجين ان احنا نهتم ببرمجتنا الصحية جدا ونحافظ عليها ونلجأ ان احنا نحصنها بدل ما نعالج نحصن وما ندخلش في موضوع العلاج وعندنا برضو في الموضوع البرمجيات البرمجات السلبية اللي هي البرمجة الانسان لسنه ان انت بتلاقي الشخص او الوحدة مثلا مجرد تبتدي تجبر شوية تقول خلاص راحت علينا خلاص انا كبيرت خلاص خلاص وده على فكرة بينعاكس عليها علشان احنا مجرد ما بنفكر بالشيء ونحسه بينعاكس على جسمنا جسمنا هو بس بياجس افقارنا ومشاعرنا لكن احنا وده الفرق ان احنا بتلاقي واحدة سنها كبيرة وستحس ان هي شباب علشان هو ده فكرها وهي دي روحها واحنا روحنا ما بتكبرش يعني جسدنا ده خاص بالتجربة الارضية زي كإن ده احنا لابسين لبس ممكن يقدم بس لو حفظنا عليه لو ان احنا فكرنا افكار ايجابية هيفضل لاخر اللحظة في رونك بتلاقي ناس برا في الصين والهند بيعدوا المية سنة وبتلاقي عندهم رونك وبيدربوا تمرينات قوية جدا فمهم جدا ان احنا نعرف ان السن ده مجرد عدد لكن سننا الحقيقي هو انعكاس لأفكارنا ومشاعرنا كمان عندنا من البرمجات المتطرفة في تربية ولادنا ناس كتير بيلجأوا لها اللي هو التربية ازاي تاخد حقك ان هو لو حد ضربك اضربه بدل الضربة عشرة لو حد ازاك اقزيه لو حد وقعك اكسره والواحد بيسمع وبيشوف النوادي وفي المدارس بجد كلام غريب مع ان احنا عندنا القرآن حسم لنا الموضوع يعني الواحد لما يجي ربي ولاده على اخد حقهم عندنا حلين حل ان العين بالعين ان البني ادم زي ما حد اعتدى عليك تعتدي عليه وحل تاني وهو منعف اجره على الله والعفو عند المقدرة وده قمة الوعي وحتى الرسول رأيه افضل الصلاة والسلام كان بيعمل ده يعني فيه قصة لما كان اليهودي بيرمي القمامة على باد بيته كان لما بطل اليهودي يرميها راح سأل عليه ده وعي لما بنبقى وعيين ما بنشوفش الموقف بنشوف اللي ورا الموقف يعني بدل ما نقول ده بيأزيني بقول لا هو بيأزيني ليه اكيد عنده مشكلة بيبقى عندنا رحمة فمهم ان احنا نربي ولدنا على ده علشان لما بنربيهم على التطرف اللي هو بعيد عن الدين ان هو خد حقك اكتر خد حقك زيادة اكسر اضرب فده بيوصلهم لمرحلة ان احنا فعلا انا بقيت بشوف جرائم مش بتعبر بقى عن وعي منغلط لا ده بتعبر عن وعي متدني يعني تخيلوا لما تقرأ مثلا جريمة ان علشان واحد بينظف قدام المحل بتاعه بيرمي مية فجات المية على لبس واحد معادي قصة غريبة جدا يستنى لما يجي يقفل المحل ويقوم جايب اخواته وتوصل لجريمة اكل علشان مية يعني انت تخطيت بقى الدين وتخطيت كل حاجة وحتى احنا الشباب احنا الكمية الجرائم اللي بقينا نسمعها عن السن الخمستاشر والستاشر سنة وكلنا سمعنا عنها ان لو حد يعني مثلا واحد مرة عشان بيعاكس واحدة واحد دافع عنها استناء وضربوا بستكاكين تطرف تطرف احنا اللي بنزرع بولدنا تطرف فكري بنبرمجهم برمجة بتخليهم يتطرفوا وبتخليهم يعملوا بنوصل لمرحلة من الوعي متدنية تماما محتاجين ان احنا نبرمج ولادنا على كل حاجة متزنة نبرمجهم ان الدين منهج نمشي عليه مش بس عبادة نتعبد ونقول نصلي ونصوم لأ نعمل ده بإحسان وكمان نمشي على المنهج الديني بتاعنا محتاجين نربيهم على الاتزان انت انعكاس لولادك يعني انت لما بتبرمج ولادك ان هما كمان يشوفوك مش تقول هما لازم بتبرمجوا باللي انت بتعمله ما بيتبرمجوش باللي انت بتقوله لهم يعني لما يشوفوا مثلا مامتهم او باباهم متزنين بردود افعالهم ساعتها هيبقوا هما متزنين لما هيلقوا ما فيش انفعال قوي على حاجة تفهى يبقى فيه ثبات انفعالي بنربيهم انه هما يبقى عندهم ثبات انفعالي وان هما يبقوا ما يتطرفوش فكريا مهم جدا ان احنا نتجنب كل البرمجات السلبية ونعملها تنقيح باستمرار ونفلترها علشان ده مهم جدا لنا وكل الاجيال الجاية هنطلع دلوقتي فاصل ولما نرجع هنعرف ازاي بوعينا نعيش جنة الله على الارض